اللي بمهارة إظهار إيه؟ إظهار الحب لكن إحنا ولزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحببتم أفشوا السلامة بينكم ويقول للرجل إني أحبه فلان قال هل أخبرته؟ قال لا قال ذا فأخبره يبقى لازم نعبر عن حبنا لازم نظهر حبنا ولزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه بيعلمنا إزاي نظهر حبنا فدي مهارة لازم نظهرها والحاجات العشرة سواء في حق الست أو في حق الراجل لازم نستخدمها عشان نعبر عن ده وده أحد المهارات اللي في صيانة العلاقات الزوجية إن احنا نظهر الحب ولذلك لازم نمارس ده يبقى عندنا وعي خاص في العلاقات في صيانة العلاقة الزوجية واجب علينا لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعا وكلكم مسؤولا عن رعياته وده جزء من رعياتنا يبقى في حاجات كمان لازم نتمنع عنها عشان نصنع علاقة ولازم نشرع من طريقنا وما نعملهاش أول حاجة عشان كمان يبقى عندك مهارة إظهار الحب وصيانة العلاقات ما ترهنش على الحب الحب مش جاي عشان يمشي بالقصول الزاتي احنا حبينا بعض ومشيين بقى في سنة قول وده وتبيزر في حديث الزواج وده أفشل الطرق في أن أنت تسيبك الحب ماشي بالقصول الزاتي مش الحب علامة الإيمان لا يؤمن وحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فالحب جاي عشان نزوده زي ما الإيمان بيزيد وينقص الحب بيزيد وينقص فبلاش نراهن على الحب يقول ما هي عارفة أن أنا بحبها هو عارف أن أنا بحبه لا 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 بلاش نراهن لازم نظهر حبنا يبقى دي أول حاجة احنا لازم نعملها تاني حاجة لازم نعملها عشان إيه اللي حاصل نتجنب الأمر ده مفيش ضمان يعني إيه ما ينفعش أن الزوج يضمن زوجته والزوجة تضمن زوجة يعني إيه أنا مش قصدي يعني أنه ما يسقوش في بعض لا الزمان معناه إيه إن أنا الزمان طاعة هتروح فين ما يمرأتي قاعدة في البيت هتروح فين ما هو زوجي هيروح ويرجع برضو لا ده مفيش كده الزمان من هذا النوع يبوز العلاقة الزوجية دي أكتر حاجة ممكن تبوز العلاقة الزوجية فكرة الزمان دي إيه بقى ده هو ده اللي احنا بنقوله إنه مفيش ضمان ثلاثة لازم نبطر نستسلم لضغوط الحياة ومنقولش عنجيب منين وقت لا عنجيب منين وقت عنعيد ترتيب يومنا رابع حاجة لازم نبطل فساد الأولويات يعني إيه ما نلغبطش الأولويات فنقول الموارد أهم يعني أهم حاجة جيب لهم فلوس مين اللي قال لك كده لا أهم حاجة أصنع العلاقة وما خليش سيانة العلاقة في مقابلة الفلوس أنا كده بفسد أولوياتي طب نعمل إيه بقى عشان إحنا نوصل بقى ونحافظ على ده بس إحنا كمان في حاجة مهمة قبل ما نوصل للإجراءات لازم نعملها لازم نبطل تسويف ما يبقاش فيه تسويف ما نسوفش خالص إيه وعد تسوف لو سوفت عتبوز الألاقة الزوجية طب نعمل إيه بقى ممكن فيه رشدة كده سريعة ممكن نعمل شوية حاجات عشان نقدر نصنع العلاقات ونقدر نظهر حبنا أول حاجة الكلام الحل حلو الكلام دايما نقول كده حلو الكلمات يذيب التراكمات لازم نقول كلام حلو تقولها كلام حلو عنها كلام حلو عن جسدها تقول له كلام حلو عن مجهوده كلام حلو عن أفكاره كلام حلو تاني حاجة نتأكد من سلامة العلاقة من الجفاء والجفوة والغربة فيه ناس كتيرة بيختربوا وهم قاعدين مع بعض في بيت واحد فنتأكد أنه ما فيش جفوة بيننا نتأكد أن الكلام بيننا موجود ولازم الكلام دو الكلام اللي هو بنزيل جفوة إحنا بنتكلم إحنا بناكن نتكلم وإحنا بنشرب نتكلم مع بعض نتأكد كمان من أننا شايلين أقنع بلاش أقنع الأستاذ أو قلاع الأستاذة لما تكون هي مدرسة ولا أقنع المدير لما هو يكون سي أو بلاش نشيل الأقنع دي إيه اللي حاصل لأن ده بيربي حاجز عند الطرف الآخر رابع حاجة تجديد مجالسة تخصيص وقت لكل واحد يعمل اللي عاوزه فيه زي ما رسول الله صام كان بيخلي السائد عائشة تتفرج على اللاعب الأحباش خامس حاجة بالنسبة للراجل فهو محتاج شركته تطبطب عليه عشان يشعر أن فكرة الأمومة وما فيها من حنان وأمان وما زالت موجودة في حياته فيه فيقدر يصله بطوله كمان احنا عايزين ننشط المحبة ننشط المحبة إزاي عن طريق التلامس فما 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 حدش يقعد بعيد عن نشيرك حياته لازم نبقى رايبين وما حدش دي شيء بالقوضة لأن ده لو حصل هيئزينا كتير الملف مهم والكلام اللي احنا قلناه والإجراءات اللي احنا قلناها مهم أنا أسيبكم تفكروا مع الحلقة دي وتشوفوا وتعرضوا حياتكم لو كنتم متجوزين وكمان تتدربوا على ده وتكونوا مستعدين لي لو كنتم مقابلين على الزواج إن شاء الله حياتنا هتبقى أسعد وكمان الحب هيتجدد دايما لما نكون حريصين إن احنا دايما نظهر حبنا لشريك حياتنا بكل اللي احنا ذكرناه مع بعض يا رب اجعلنا من أهل إظهار الحب اللي يجدد نعمة الجواز وجدد المحبة وجدد المواد في قلوبنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين